سانياً أنا الحياة برضو قبل ما أقول سانياً أنا عايز أبارك لكل اللي في المنظومة الرياضية أنا بحاول أنتقي الكلام الحقيقة أنا ببارك لكل اللي في المنظومة الرياضية عايزيني يوقفوا مسيرة النادي الأهل ببارك لهم آه ببارك لهم عارفين ليه؟ لأن حضراتكم عايزين توقفوا مسيرة مؤسسة في البلد ناجحة مؤسسة بتعمل كل حاجة بطريقة مؤسسية بناء على سياسة عامة للبلد حضراتكم مبسوطين وطبعاً ده كله لبعض من لا يشجع النادي الأهلي منهم مسؤولين مسؤولين في الرياضة المصرية هو ليه حضراتكم بتعملوا كده؟ ليه؟ قبل المباراة بيوم قبل المباراة بيوم بس أنا ما بحبش أكرر الفيديوهات كنت ممكن أوري حضراتكم أنا قلت إيه؟ أنا قلت بالكلمة كده يا جماعة من فضل حضراتكم حكم ساحة ولا حكم مساعد تقنية الفار من فضل حضرتك لو لقيت حاجة انده على الحكم وقوله انده على الحكم وقوله يا أخي هي إيه المشكلة؟ وانت حكم الساحة هو حضرتك جاية تستعرض وحكم الساحة ده جاي استعرض في أي ماتش تاني عشر دقايق يقف عشان الفار عشر دقايق يقف يا عم خمس دقايق تلات دقايق وكل شوية فار وكلوزات من الجنب وكلوزات من فوق وشعرك حلو وشعرك جميل وحاجات لطيفة جدا بنسمحها يعني هو كرة زي بتاعة انبارح دي حضرتك ليه ما رجعتش للحكم المساعد في تقنية الفار كابتن محمود باسيوني حضرتك ليه ما ندهتش على كابتن إبراهيم نور الدين وسألته ولا قلت له تعالى أخي تفرج على يا أخي حتى لو انت شايفها مش جون كرة مثار جدل ومثار شك وقف المباراة وشوفها يمكن يكون عندك حاجة غلط يمكن معرفش لكن بهذا المنظر دي ما قعدتش 10 ثواني ما قعدتش 10 ثواني وتقرار تاخده يلا ألعب يلا كمل كمل بقى يلا أهو تفضل حضرتك بص أقسم بالله ما قعدت 10 ثواني 15 ثانية بالكتير الكرة 10-15 ثانية هدف صحيح 100% بيتم إلغاؤه حضرتك بالمناسبة بالمناسبة بص حضرتك ما قعدتش 10 ثواني كابتن إبراهيم نور الدين كمان وأنا باستغرب جدا جدا وأنا ليه باستغرب ما احترامنا طبعا لأشخاص الحكام كلهم حكام على دماغنا وكلهم حكام كبار وكل حاجة ولكن أنا سؤالي لحضرتك يا كابتن إبراهيم أنا جيت أعدت النهار ده طول النهار قاعد بتفرج على كابتن إبراهيم نور الدين المباريات السابقة لما بتيجي حاجة فيها VR بيعمل إيه كابتن إبراهيم بيقف ويصفر ويستنى ويقول للحكم يلا وريني ويروح يشوف ويرجع وياخد قراره بالراحة إيه اللي حصل مبارح إيه اللي حصل مبارح على فكرة ما هيكت ممكن تخش جون ويخش فينا جونين والأهلي يتغلب أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة وأنا مش طالع أبرر أنا مش طالع أبرر ولا النادي الأهلي عمره ما بيبرر النادي الأهلي لما بيتكلم بيتكلم حفظا للحقوق ما بيتكلمش عشان يبرر عندنا أخطاء فنية وأخطاء إدارية وأخطاء جوه الملعب وأخطاء برا الملعب ولكن في النهاية وبعدين أخطائي أنا بدأت بالكلمة دي في الأول أخطائي أنا قادر أن أحلها حضرتك لكن الأخطاء اللي حضرتكم بتعملوها دي وكل ماتش سواء كسبان أو الخسران أو متعدل يروح الدوري ما عنديش مشكلة أن الدوري يروح بالمناسبة ما فيش أي مشكلة خالص أن الدوري يروح مع أني لسه فيه ثلاث أنا لسه هتكلم في النقطة دي بعدين ولكن يا أخي يروح بعدالة يروح بعدالة تحكمية ده أنا قبل المطش بيوم بقى أقل من 24 ساعة نبحت صوتي من فضلكو العدالة التحكمية بس مش عايز حاجة تانية أنا قلت كده على الهوى في قناة النادي الأهلي قلت على الهوى يا جماعة لو جيب لنتي على النادي الأهلي وهي ركلة جزاء صحيحة احسبها احسبها يا أخي ما عنديش مشكلة احسبها يا كابت أن أنا آسف ما عنديش مشكلة لكن حضرتك هدف صحيح 100% هدف صحيح 100% اللي جوان الصحيحة بالمناسبة بتروح تبص عليها كده تشوف وتقف بالعشر دقايق وبالخمس دقايق